بسم الله الرجال نبدأ ان شاء الله اول محاضرة في البيو ستاستيكس اول حاجة هنقول الابجيكتفز بتاعة المحاضرة دي ايه هدفنا من المحاضرة دي هنعمل فيها ايه او اول حاجة هنشوف الديفنيشن او ستاستيكس يعني ايه هو علم الاحسن وايه هي البيو ستاستيكس او الميديكال ستاستيكس بعد كده هنشوف ايه استخداماتها في المجال الطبي او بعد كده هنشوف حاجة اسمها دي اهم حاجة في الاحصاء ان انا اعرف نوع الاريبل عشان حسب نوع الاريبل بستخدم له بعد كده هشوف ونشوف هما نفس الكلمة طيب هنا بقى بنشوف ايه هو تعريف علم الاحصاء دي اه طيب يلا نشوف حتة حتة كده ده عبر عن ايه احنا في الاحصاء بنتعامل مع بيانات طيب هنعمل ايه في البيانات دي اول حاجة هنجمعها ونعمل لها نجمعها نعمل ليه بنعمل علشان حسب نوع البيانات زي ما لسه ايلالكو حالا حسب نوع البيانات دي هستخدم لها يعني استخدم لها اختبارات احصائية مناسبة واعرضها بطرق مناسبة مختلفة عن النوع التاني من البيانات فلازم ابقى عارفة كويس قوي انا بتعامل مع انه نوع من البيانات عشان اشتغل صح واعرض بياناتي صح طيب بعد اعمل لها يعني بوصفها واعمل لها يعني تحليل احصائي يعني اشوف معنى الكلام ده ايه وبعد كده اعمل لها بريزنتيشن طيب يعني ايه بريزنتيشن يعني اعرض البيانات بتاعتي دي اعرض النتائج دي تعني ايه البرزنتيشن ده لو كنت مسلا عاملة بيبر اعرض لبيبر بتاعتي او انشرها في جورنل او هي مؤتمر بعرض النتائج بتاعت البحث بتاعي في المؤتمر لو هي ماجستير او دكتوراه بعرض نتائج الشغل بتاعي وبحصل على الدرجة العلمية بتاعتي اللي هي الماجستير او الدكتوراه طيب الماديكالستاتيكس بقى هي ايه هي عبارة عن برانش اوف استاتيكس كونسرنت ووف ماديكال طوبكس يعني لها علاقة بالمجال الطبي يعني اسمها ايه بقى اسمها بايو ستاتيكس او ماديكالستيكس وانا حابة بس افكركم هنا انها وليست لان في بعض زمالكم بيقول عليها دي حاجة تانية خالص دي تبع الفيزيكس. لو سمحتوا اسمها دي بقى عبارة عن مراجعة للتعريس بدعنا. نيجي بقى نسأل السؤال ايه هو استخدامات الاحصى عندنا? طيب الاحصى بتنقسم الى نوعين كبار. في حاجة اسمها يعني حاجة بحس انا عملت تاني نوع من الاحصى اسمها طب يعني ايه نيجي بعد كده يعني ايه كلمة طيب ايه هو يعني متغير طب عشان اقول ان ده او متغير لازم تتوفر فيه سفتين. اول حاجة ان هو يمكن قياسه تاني حاجة انه هو يعني ايه يعني يختلف من شخص الاخر يعني مثلا الطول ده كل شخص اللي طول مختلف عن التاني. مثلا البلاد شجر كل واحد بمستوى السكر في الدم مختلف عن الشخص ده غير الشخص ده غير الشخص ده. مثلا وزنه مثلا عمره كل واحد مختلف عن التاني فده اسمه يعني. والحاجة التانية انه يمكن قياسه. يلا بقى نشوف الديفنيشن نقرأه. يبقى الديفنيشن هو طيب الدي انواع ايه؟ ممكن يكون كوانتيتيتف او كواليتيتيتف. يعني ده عندنا اخدنا اربع صفات. الصفة الاولين هي الجندر يعني نوعه. تاني حاجة شوفنا بتاعه طوله والهير كلر والايتش. يلا نشوف واحد واحد من دول. او الجندر ده يمكن قياسه او كاتيجورايزيشن يمكن يعني نقول عليه ميل او فوميل يعني يتقسق يعني يتقسق ينقسم الى نوعين. يبقى ده يختلف من شخص الاخر ايه يختلف طب الهيه ده يمكن قياسه ايه يمكن قياسه يختلف من شخص الاخر يبقى ده الهير كلر. الهير كلر ده كاتيجورايزد لون احمر لون ازرق لون. فايه يختلف من شخص الى اه يمكن بتاعه ويمكن ايه? ويمكن اه اه برضو نفس الحكاية يمكن قياسه ويختلف من شخص الى اخر. طيب بعض الدي انا بوصفها بكلمة وبعض الدي انا بوصفها برقم ازاي? مسلا هنا في الجندر بوصفت ميل او في ميل. في الهير كلر قلت بلاك براون يلو اي حاجة اي حاجة ازاي انا وصفت الدي بكلمة يبقى اسمه كاتيجوريكا الفيريبل او كواليتيت الفيريبل. بعض الفيريبلز التانية بوصفها بقى برقم زي الهايت وزي الهايت شخص طوله مية وخمسين سنتي شخص طوله مية وسبعين سنتي شخص طوله مية وخمس وخمسين زي في المسال ده مية وتمانين يعني قلت رقم يبقى ده اسمه كوانتيتيتف او نيوميريكا الفيريبل برضو هنا بالاعمار الاعمار هنا بوصف رقم ست سنين ستين سنة سبعين سنة وصفت رقم يبقى ده اسمه كوانتيتيتف فيريبل او اسمه يبقى النوعين الكبار لو انا رديت بكلمة يبقى انا اسمه كواليتيتف فيريبل او كاتيجوريكا الفيريبل لو انا رديت برقم يبقى انا اسمي كوانتيتيتف فيريبل او نيوميريكا الفيريبل يبقى ديكلاسacı اكيشن الكبيرة جدا. بعد كده كل واحد من دول بينقسم الى نوعين تانين. احنا لسه متفقين من شوية Quantitative ده يعني رقمي الرقمي ده ينقسم إلى نوعين ممكن الرقم ده يكون رقم صحيح بس ماينفعش فيه كسور زي مثلا عدد أفراد الأسرة أو عدد الأطفال في الأسرة حد يقول خمس أفراد عشر أفراد سبع أفراد ماينفعش أقول فيه سبع أفراد ونصف في الأسرة ماينفعش أقول pulse rate بتاع عيان ستين وثلاثة أربع ماينفعش أقول respirator rate بتاع شخص مثلا ستاشر وربع لازم يكون الرقم صحيح بس إذا كان الرقم ده لازم يكون رقم صحيح يبقى اسمه quantitative discrete variable طيب لو كان ينفع علامات عشرية زي العمر مثلا ممكن هو هدي يقول عندي خمس سنين ونص عندي عشرين سنة وثلاث شهور طوله مية وتمانين وعشرين سنتي ينفع يستخدم فيه علامات عشرية يبقى اسمه continuous quantitative خلاص اتفقنا يلا نبقى نبص في السلايد يبقى quantitative variables بجاوب بجاوب عليهم بنمبر أو نيوماريكا لو كانت الأرقام صحيحة فقط زي number of children زي pulse rate زي respirator rate زي مثلا كشفت على كام عيال النهاردة شفت مثلا سبع عيانين خمس عيانين حتى يقول انا كشفت والله على على سبع عيانين وربح اللي بقى ده اسمه ايه discrete quantitative اما اذا كان ال variable ده الرقبي ينفع حط فيه علامة عشرية يبقى اسمه continuous quantitative variable زي 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 نيجي لل ده شرح نفس الكلام اللي قلناه بس مشروح بالزبط زي عندوكو في الكتاب طيب نيجي لل qualitative variables ال qualitative variables دول احنا اتفقنا ان احنا جاوبناهم بكلمة يعني قلنا مثلا من محافظة ايه حد يقول محافظة الشرقية الغربية مش عارف ايه نقول مثلا male female عنده ده ولا مش عنده يعني جاوبت yes no جاوبت جاوبت بكلمة يبقى اسمها qualitative or categorical variables طيب هم بينقاسموا الى نوعين حسب ايه حسب الترتيب يفرق ولا مايفرقش يعني دلوقتي ده variable انا جاوبته بكلمة لو كان الترتيب مايفرقش زي مثلا القاعة دي هقول ايه فيها 60 male و70 في male ممكن اقول 70 في male و60 الترتيب مايفرقش حاجة يعني 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 لو انا قلت ده قبل ده يبقى دي اسمها quantitative variable لما يكون الترتيب مايفرقش no specific order طيب بعد كده النوع التاني اسمه ordinal نفتكر ordinal من order لما هيبقى ايه هيبقى الدل الترتيب له معنا can be arranged in a meaningful order زي ايه مثلا زي 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 مثلا التأديرات الطلبة هنقول مثلا ده جايب مقبول جايب جيد جيد جدا ممتاز بنرتبهم زي مثلا رتب الجيش بيتعينوا كده رتب معينة زي مثلا احنا بنمتعين في الجامعة بيبقى في لوحة الاول معيد وبعدين يبقى مدرس مساعد وبعدين مدرس وبعدين استاذ مساعد وبعدين استاذ وهكذا يعني الحاجة الترتيب if the data can be arranged in a meaningful order يبقى ده اسمها ordinal variable ordinal qualitative ولو كانت الترتيب مايفرقش يبقى اسمها nominal qualitative variable بس لما يكون عندي اختيار من اتنين زي مثلا هنقول اجابة ياسنو يبقى ده ايه يبقى ده اسمه dichotomous variable يبقى ده مراجعة يلا نجمع يبقى variables دول اول حاجة تعرفها ايه تعرفها any characteristic or information that can be measured and varies amongst study units or persons ينقسمه الى نوعين كبار النوع الاولاني اسمه quantitative variable اللي انا جاوبت برقم والنوع التاني اسمه qualitative variable اللي انا جاوبته بكلمة quantitative variables ممكن تبقى رقم صحيح بس ما ينفعش فيه كسور او علامات عشرية او decimal points يبقى اسمه discrete quantitative variable والامثال هنا family size او number of patients والمثال النوع التاني اسمه continuous quantitative لما يكون يجوز في استخدام علامات عشرية زي height وزي age وزي weight بعد كده qualitative variable اللي انا جاوبتها بكلمة دي ممكن تبقى الترتيب مايفرقش زي blood type يعني مسلا a b a b o الترتيب بتاعهم مايفرقش او الساكس اللي هاي male female او ممكن يكون الترتيب يفرق زي students grade او military rank اللي هي روتا بالجيش نيجي بعد كده في تقسيمة كمان للvariables بتبقى ايه بتبقى ماشية بدرجات اللي هي levels of variables او levels of measurements هم اربعة nominal ordinal interval and ratio يلا نشوف الفرق بينها اول سلمة خالص اللي هي nominal يلا نشوف مواصفاتها تكون ايه nominal دي عبارة عن classification of data زي ايه زي مسلا male female ما نقدرش نقول مين اكبر من مين يعني او مسلا احمر اخضر نقدر نقول احمر اكبر من اخضر لا هو بس different يعني بتجاوب ان ده يختلف عندها وهي ايه هي اول level من nominal يعني انهما تورينا النوع ده يفرق عن النوع ده انا ما اقدرش اقول ده اكبر من ده ما اقدرش اقول female اكبر من male او male اكبر من female it's just different خلاص نيجي على التاني النوع التاني اسمه level التاني اسمه ايه اسمه ordinal ordinal يعني can be arranged in a meaningful order زي ما اتفقنا زي disease severity مثلا mild moderate severe طيب احنا كل اعارفين ان كل مرحلة اكبر من القبلة يعني المدرد اعلى او اشد من ايه من المايلد والسبير اعلى من المدرد لكن المسافة ما بين المايلد والمدرد ما نقدرش نقول انها بالضبط زي المسافة ما بين المودرت والسبير عارفين كده زي ترتيب الطلاب في الدفعة الاول على الدفعة والتاني والتالت والرابع والخمس نقدر نقول ان المسافة ثابتة بين الاول والتاني نفس الفرق الدرجات زي بين التاني والتالت زي بين التالت والرابع لا هي بس ده اكبر من ده لكن مش مهمة مايفرقش معايا المسافات قدية ومش مهمة عرفها خلاص يبقى لكن اللي ايه كل اللي عرفه انها رانكت يعني كل رانك اعلى من اللي قبله يبقى ده الليفل التاني اللي هو نيجي على الليفل اللي هو ايه اللي هو الانترفل انترفل ده انا باستخدم له مثال اللي هي درجات الحرارة المئوية عارفين على السكيل بتاع الدرجات الحرارة المئوية بيكون فيه مثلا خلينا نقول ناقص 30 ناقص 20 ناقص 10 وبعدين 0 الزيرو دي واحدة من القراءات وبعد كده 10 20 30 على السكيل ده هنلاقي يعني كل مرحلة اعلى من اللي قبلها واعلى من اللي قبلها بايه بمسافة ثابتة ولكن فيه 0 في النص الزيرو دي قراءة مش معناها absence of heat معناها دي واحدة من القراءات على الترمومتر او على السكيل بتاع قياس الحرارة الزيرو دي واحدة من القراءات وبالتالي اقدر اجيب لكن ماقدرش اجيب ريشو يعني ماقدرش اجيب ريشو يعني ماقدرش اقول ان درجة حرارة مئة مئوية تبقى ضعف خمسين ليه؟ لان الزيرو دي واحدة من القراءات سوف اجيب اجيب ريشو اخر ليفل خالص اسمه ريشو سكيل ده برضو كل مرحلة اعلى من اللي قبلها ولكن ممكن اقدر اجيب ريشو ليه بقى؟ خلينا نشوف مثال هنا البلس ريت البلس ريت ده لو حد ده قلبه مثلا بيدق ايه؟ بيدق 100 بيتس بير منت ده اقدر اقول ان قلبه دقات قلبه دابل واحد تاني قلبه بيدقى خمسين لان الزيرو مش موجود هنا الزيرو معناها absence of pulse في حد البلس ريت بتاعه زيرو ده معناها absence of pulse او دف وبالتالي اقدر اجيب ريشو هنا برضو نفس الحكاية الطول واحد طوله مترين يبقى طوله ضعف واحد تاني طوله متر لان ما فيش حاجة اسمها زيرو ما حدش تقوله زيرو يبقى الامثلة هنا height والweight والage والlength دي كل لها امثلة للratio scale يبقى الاربع لفلس كانوا او الحاجة nominal اللي هو بيجاوب ده يفرق عندها بعد كده ordinal اللي هو كل مستوى اعلى من اللي قبل ولكن مش مهم معرفها بعد كده الانترفل كل لفل اعلى من اللي قبله ولكن المسافات ثابتة وما اقدرش اجيب ريشو قدر اجيب ديفرنس لكن ما اقدرش اجيب ريشو لان الزيرو واحدة من القراءات بعد كده الريشو اللي هي كل واحدة اعلى من اللي قبلها ولكن اقدر اجيب مفيش زيرو خالص لان الزيرو معناها absence of the variable واقدر اجيب ريشو في هزه ايه في هذا الليفل يلا كده نعمل ايه كوز كده نشوف مفروض ان انا لو معاكم اخبي الاجابة دي وطلعها لكم ايه يعني انت حاول تمتحي النفسك كده المرتل status دي ايه الحال الاجتماعي اعزب متزوج اه ارمل مطلق دي ايه دي المفروض انها qualitative nominal طيب اه برضو دي qualitative nominal الملتري رانك دي هي qualitative ordinal لانها بيترتبوا اه برضو دي qualitative ordinal body mass index عارفين يعني ايه body mass index اللي انا بقسم ايه بقسم weight in kilograms على height in square meters وده بيجيب لي حاجة اسمها body mass index بيطلع مهي بتطلع ارقامي يعني وممكن فيها كسور فتبقى quantitative continuous هنا pulse rate ده ايه pulse rate ده اه quantitative quantitative اه discrete لانه ماينفعش فيه اه العلمات العشرين اه assignment number one هنا احنا اول حاجة نذاكر اللي احنا خدناه وبعدين assignment one ونهارفعه لكم برضو على group المفروض list three qualitative and three quantitative variables وقول نوعهم ايه يعني اقول ده qualitative nominal ولا ordinal وده quantitative discrete ولا quantitative continuous اه good luck وربنا معاكم ان شاء الله ونتقابل المحاضرة الجاية وبرنامه تحوه ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقل اشترك